بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نشرح ازاي تتكلم مع الكمبيوتر وتخليه ينفذ الاوامر عن طريق الصوت هنستخدم برنامج جارفز ده شكل برنامج فكرة البرنامج ده من فيلم ايرونام اول حاجة هنسبت البرنامج اول ما تحمل البرنامج هتلاقيه بالشكل ده طبعا مربط تحميل هتلاقيه اسفل الفيديو هتضغط كليك يمين وتختار استخرج هنا طبعا حجم البرنامج صغير جدا علشان تسبت البرنامج هتضغط ضبط كليك هنا كده طبعا همثبته هتضغط ضبط كليك وتختار نيكس نيكس فينش هعزم دول كل وقت هنفتح البرنامج هنضغط 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 ضبط كليك طبعا انتقول انه متصبت البرنامج بيطلب منك اللغة الافتراضية هتخليها الانجليزية لانه اللغة العربية مش موجودة فتحنا بتخليها الانجليزية طبعا عشان تضيف اوامر للبرنامج عشان ينفزها تتكه على علامة ايه بلاص العلامة ازاي دي عندنا هنا اربع بوكسات اول بوكس ده اللي هو خاص بالبرنامج تكتب اسم البرنامج هنا او اي اسم انت عايز تقوله هنا الرد بتاع البرنامج ايه هو اللي هيعمله ايه هو البرنامج اللي هيفتحه هنا اه تاني برنامج تاني اه خيار معنا خاص بالويب. اوامر الويب. هنا مسلا بتقول او او على المتصف حالي تشغال عليه. هنا ده. هنا المتصف البرنامج بيتكلم معك. يعني انت مسلا هتقول له هو يرد عليك. هتقول له مسلا هتقول له رسالة معنا. هيرد عليك برسالة معنا. تمام? اول حاجة هنضيف مسلا هنا برنامج. هو ليقوم مسلا برنامج موزيلا فاير فوكس. هكتب مسلا هنا فاير فوكس. اول مكتب هو وهو يرد علي البرنامج هول مثلا حلو hello tell me it's getting late تمام hello tell me it's getting late هنا بها ايه هيعملي اول ما اقول له firefox اختار برنامج اللي هو يفتحه اختاره برنامج mozilla firefox طبعا mozilla هو اختار وبين واتذكر على هنا see تمام فدولوكت اقول له مثلا هنا how are you تمام سمعتو قال لي طبعا زي ما انتو شايفين اول ما قلت له فيسبوك فاتح فيسبوك على طول اهو يعني هقول له تاني مثلا كده الشرح يكون انتهى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يصل لكل جديد ايه وزي ما بدينا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة